تفقد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ غرفة العمليات المركزية المسؤولة عن إدارة الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر المناخ كوب 27 استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي الغرفة حول المهام التي تتولى إنجازها خلال فعاليات قمة المناخ والربط بين مختلف الجهات والوزارات والشركات المشاركة في المؤتمر كذلك تفقد رئيس الوزراء أعمال تجهيز المنطقة الخضراء بمحيط المركز الدولي للمؤتمرات لاستقبال المشاركين في قمة المناخ كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد وصل إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ بمدينة السلام